السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحييك برلالكون جريم الطعام في أضنة تؤدي بحياة شاب سوري توفي الشاب السوري محمود محمد مبيض البالغ من عمر 17 عاما إسرة عرضه لطعاني قاتل في الصدر الحادثة وقعت في ولاية أضنة التركية حيث أقدم شاب سوري آخر على تنفيذ الجريمة وتقوم السلطات المحلية بالتحقيق في ملابسات الحادثة للكشف عند وفاة جريمة وتقديم الجانئ للعدالة خبرنا الثاني أصدقائي إسطنبول تقرر تقليص مدة الحصص الدراسية في مدارس 34 منطقة أعلنت وزارة التربية والتعليم التركية في تعميم رسمي صادر عنها تخفيض مدة الحصص الدراسية في المدارس التي تعتمد نظام التعليم المزدوج في 34 منطقة في إسطنبول من 40 دقيقة إلى 35 دقيقة وجاء هذا التعديل استجابي للضغوط الناتج عن كسافة الطلاب ومشاريع الهدم وإعادة البناء التي تجرى في بعض المناطق التعليمية وقد تم تطبيق هذا القرار بشكل مؤقت في كافة المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية للمدارس السنوية مع هذه المناطق التي تعتمد على التعليم الأحادي مثل أضلر، باكراكوي، شيلة، شيشلي، وتوزلة وإهدف هذا التعديل إلى تخفيف الضغط على الطلاب وتحسين كفاءة التعليم في ظل الظروف الحالية في إسطنبول ترجمة نانسي قنقر